السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات مادة العلوم على منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم معاكم النهاردة ان شاء الله مسأسماء بكر إدارة التوخ التعليمي هناخد إيه النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا مراجعة على الوحدة التانية اللي هي الطاقة الحرارية قبل ما ناخد المراجعة والأسئلة ونشوف نمط الأسئلة ونتدرب عليه لازم أن أعرف نواتج التعلم بتاعتي هتكون إيه النهاردة ان شاء الله أن أنا لازم أن أتذكر المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رضيئة التوصيل للحرارة وهتذكر تركيب الترمومتر الطبي والمئوي والمقارنة ما بينهم هنتدرب على نمط الأسئلة المختلفة وإزاي نحلها والإجابات النموذجية هنتحقق من المعرفة اللي عندنا وهيبقى لنا إكساب ثقة بنفسنا أن احنا بنقدر نحل الأسئلة بأنمطها المختلفة طيب أنا حابة بس أبدأ كده بالمعلومات اللي احنا خدناها في الدرس الأولاني اللي هو توصيل الحرارة والدرس الثاني اللي هو قياس درجة الحرارة تعالوا نتذكر مع بعض الحرارة كنا بنقول عليها إيه؟ يلا مع بعض في الشات كده عشان أنا هقرأ تعليقاتكم وإجاباتكم الجميلة الحرارة احنا قلنا إيه؟ إنها صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة طيب درجة الحرارة إيه هي؟ خدناها وقلنا إن هي مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم خدنا إن درجة الحرارة بتقاس بالتيرمومتر وإن في مواد جيدة التوصيل للحرارة وفي مواد رضيقة التوصيل للحرارة وإن جميع المعادم بتوصل الحرارة لكنها بتختلف في درجة توصيلها للحرارة من ناحية إيه؟ إن أنا عندي النحاس بيوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم والحديد وإن الألمونيوم بيوصل الحرارة أسرع من إيه؟ من الحديد بأن النحاس بيوصل المعادم أو أسرع المعادم توصيلها للحرارة والألمونيوم أسرع من الحديد في توصيل إيه؟ الحرارة خدنا برضو التطبيقات الحياتية للحرارة إن أنا عندي النوافذ الزجاجية في البلاد الباردة بتصنع من لحين أو لحي من الإزاز بينهم مسافة بها هواء وفصرناها علشان الهواء مادة رضيقة التوصيل الحرارة هتمنع تسريب الحرارة من وإلى المنزل خدنا برضو إن الترموس بيصنع من طبقتين عازلتين بينهما فراغ به هواء برضو علشان الهواء مادة رضيقة التوصيل للحرارة ترك مسافات محسوبة بين قطبان السكة الحديدية علشان إما بتيجي تتمدد في الصيف إيه اللي يحصل ما يحصلش التواء للقطبان وبالتالي هنمنع حدوث إيه؟ الحواد وخدنا مقارنة ما بين المواد جيدة للتوصيل للحرارة والمواد رضيقة للتوصيل للحرارة من حيث التعريف قلنا إن المواد جيدة للتوصيل للحرارة هي مواد تسمح بصريان أو بمرور الحرارة خلالها والمواد رضيقة للتوصيل للحرارة مواد لا تسمح بصريان أو بمرور الحرارة خلاله الأمثلة مواد جيدة للتوصيل للحرارة زي الحديد والنحاس والألمونيوم والزئبط يعني يمس ممكن أكتب المعادن ممكن أكتب المعادن المواد رضيئة التوصيل للحرارة زي الخشب والبلاستيك والزجاج والورق والمطاط دي كلها مواد لا تسمح بصريان الحرارة خلال استخدامات المواد جيدة توصيل الحرارة بتستخدم في صناعة أوان الطه وصناعة القدور والغليات أما بالنسبة للمواد رضيئة التوصيل للحرارة بتستخدم في صناعة مقابد أوان الطه والقدور والغليات وصناعة مقبض المكوى القهربية وأدوات وتحضير الطعوة نتذكر برضو أننا عندي الترمومتر خدناه هو جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة ففكرة عمل الترمومتر اللي هي الفكرة الأساسية أو العلمية اللي هو بيحصل فيها إيه؟ نتغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة حيث أن السائل ده بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة خدنا برضو أنواع الترمومترات في ترمومتر الطبي وهو جهاز يستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان بينما الترمومتر المئوي جهاز يستخدم في قياس درجة حرارة السوائل خدنا أن الكحول الإسيلي بيستخدم في تطهير الترمومتر الطبي قبل وبعد استخدامه عشان نقضي على المايكروبات استخدمنا أو فيه تطبيقات تكنولوجية وقالونا أنهم عملونا ترمومترات رقمية حديثة دي علشان نقيس بيها درجة حرارة مين الأطفال عن طريق الأرقام اللي هي بتديها زي نظام الديجيتال كده أقل درجة على الترمومتر المئوي هي صفر درجة سي ليزية والصفر دي بتعني ايه أو بتمثل ايه درجة تجمد الماء بينما أعلى درجة على تدريج الترمومتر المئوي هي مية درجة سي ليزية اللي هي درجة غليان الماء طب أما يجي سؤال يقول لي وخدناه لماذا يفضل الزئبط في صناعة الترمومترات أو ايه هي مميزات الزئبة أول حاجة لأنه سائل فدي الايه فدي اللون يعني أقدر أشوفه بسهولة من خلال الإزاز الشفاف السميج بتاع الترمومتر مادة أو لا يلتصج بجدار الأنبوبة الشعرية يعني ما بيلزقش في الجدار بتاع الأنبوبة الشعرية جيد التوصيل للحرارة مادة منتظمة التمدد يعني ايه؟ انها بيتمدد بانتظام علشان كده بيدي تأدير ضقيق جدا لدرجة مين؟ الحرارة بيعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة لأنه هو بيبقى سائل بين درجتي الحرارة سالب 39 و 357 درجة سيليزي مقارنة ما بين الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي من حيث التركيب الترمومتر الطبي بيتركب من أنبوبة زجاجية سميكة بيوجد بداخلها أنبوبة شعرية تتصل بمستوضع يوجد فيه الزئبة نفس التركيب دوت اللي هو الترمومتر مين؟ المئوي هي أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة شعرية بتتصل بمستوضع يوجد فيه الزئبة طب الاختلاف هنا ده اللي هو التدريج ترمومتر الطبي بيبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية بينما الترمومتر المئوي بيبدأ من 0 درجة سيليزية إلى 100 درجة سيليزية الاختناق تاني اختلاف ما بين الترمومتر الطبي والمئوي أن في الترمومتر الطبي يوجد اختناق فوق مستوضع الزئبة واخدناه ليه؟ حتى يمنع رجوع الزئبة إلى مستوضعه لكي نتمكن من تسجيل أو كراءة درجة مين؟ الحرارة بينما الترمومتر المئوي لا يوجد اختناق السائل المستخدم احنا قلنا في الترمومتر الطبي فيه زئبة والترمومتر المئوي فيه زئبة الاستخدام الترمومتر الطبي يستخدم فيه قياس درجة حرارة جسم الإنسان بينما الترمومتر المئوي يستعدم فيه قياس درجة حرارة السواء تعالوا مع بعض يلا نتعرف على الأسئلة ونمط الأسئلة للمراجعة على الوحدة التالية أول سؤال معنا أكمل العبارات التالية واحد من المواد رضيئة التوصيل للحرارة هو هنا عايز من يعني المواد يعني عايز الأمثلة يبقى هقوله إيه؟ الخشب، البلاستيك، ممكن يا ميس أكتب الزجاج صح؟ الهوى، الورق، المطاط، دي كلها أمثلة للمواد رضيئة التوصيل للحرارة الحد اتنين، الحد الذي يقف عنده نقط بالترمومتر الطبي يقيس درجة حرارة الإنسان لما أنا باجأ أي إيه درجة الحرارة الإنسان بالترمومتر الطبي بعرفها منين أن هنا نتيجة تمدد الزئبك في الأنبوبة الشعرية ويقف عند درجة حرارة معينة، ستديني درجة مين؟ الحرارة يبقى الحد ده اللي بيقف عنده مين؟ الزئبك، برافو، أحسنتم ثلاثة، تمثل أقل درجة حرارة في الترمومتر المئوي درجة نقط بينما تمثل أعلى درجة فيه درجة نقط الترمومتر المئوي قلنا من صفر إلى مية الصفر ده بتعبر عن إيه؟ أو بتمثل درجة إيه؟ تجمد الماء، اللي هي أقل درجة أما أعلى درجة بتمثل إيه؟ غليان الماء أربع، أسرع المعادن توصيلا للحرارة هو؟ إن حاس أسرع من الألمونيوم، أسرع من الحديد خمسة، فأكمل، يبدأ تدريج الترمومتر المئوي من نقط إلى نقط درجة سيليزية من إيه؟ من صفر درجة سيليزية إلى مية درجة سيليزية ستة، البلاستيك من المواد نقط التوصيل للحرارة البلاستيك من المواد رضيئة التوصيل للحرارة ويستخدم في صناعة إيه؟ مقابض أوانطة أو مقبض المكواه الكهربائية سبعة، درجة الحرارة هي عبارة عن مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى إيه؟ سخونة أو برودة أي جسد تمانية بأكمل، في البلاد الباردة تصنع النوافذ الزجاجية من نقط بينهما مسافة بها نقط بتصنع من إيه؟ من لحين من الإزاز يبقى ممكن هنكتبها إيه؟ لحي، يعني إيه لحي؟ يعني مسنة يعني لحين، لحين من الإزاز بينهما مسافة بها هواء تسعة، توجد أنبوبة نقط داخل الأنبوبة الزجاجية الشفافة في الترمومتر في إيه؟ جوة الأنبوبة الزجاجية الشفافة، أنبوبة شعرية عشرة، يستخدم الصلب المقاوم للصدق في صناعة إيه؟ أواني أطا ننتقل بعد كده لسؤال، انظر إلى الشكل ثم أجب، تعالوا نشوف قبل ما أقرأ الأسئلة، أنا هحل من خلال النظر إلى الشكل ده، هو ده إيه؟ ده ترمومتر مقاوي، طب إيه اللي عرفني إن ده ترمومتر مقاوي، اللي هو التدريد من إيه؟ من صفر إلى مية، يبقى ده مين؟ الترمومتر المقاوي، طب هنا بيقول لي إيه بقى؟ أكمل البيانات على الرسم واحد، ده المستودع به زئبة، اتنين، اللي هي الأنبوبة الزجاجية السميكة، طب ثلاثة الأنبوبة الشعرين، الشكل ده بيشير إلى إيه؟ قلنا، الترمومتر المقاوي، يستخدم هذا الجهاز في إيه؟ كياس، درجة حرارة السوائل، يبدأ تدريج هذا الجهاز من نقط، وينتهي عند نقط درجة سيليزية، لست أيدينا هو إحنا إيه؟ بنبص للشكل، قلنا من درجة صفر درجة سيليزية إلى مية درجة سيليزية، السؤال اللي بعد كده، قارن بين الترمومتر الطبي والترمومتر المقاوي من حيث الاستخدام والتدريج والسائل المستخدم، يستحسن وأنا باجي أقارن لازما أعمل جدول، هيساعدني إن أنا أقارن، هكتب في إيه؟ الترمومتر الطبي والترمومتر المقاوي، الاستخدام بيستخدم في إيه الطبي في قياس درجة حرارة جسم الإنسان، طب المقاوي في قياس درجة حرارة السوائل، تدريج الترمومتر الطبي بيبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية، بينما الترمومتر المقاوي يبدأ من صفر درجة سيليزية إلى مية درجة سيليزية، السائل المستخدم في الترمومتر الطبي هو الزئبة، وبرضو السائل المستخدم في الترمومتر المقاوي هو الزئبة، ننتقل بعد كده إلى سؤال ماذا يحدث في الحالات الآتين؟ واحد، وضع الترمومتر المقاوي في ماء يغلي، أنا هنا هفكر وهقول الإجابة، أنا جبت الترمومتر وحطيته في الماء المغلي، طب ما هي الماء المغلي ده سائل، والسائل بستخدم له الترمومتر مين؟ المقاوي، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى هيئيز درجة مين؟ الحرارة الماء المغلي، وهيرتفع في الأنبوبة الغتئة، وقلنا كمان إن غليان الماء عند كام بيوصل لكام؟ لمية درجة سيليزيب، أنا الإجابة هكتبها إيه؟ يرتفع الزئبة في الأنبوبة الشعرية إلى مية درجة سيليزيب، اتنين، عدم موجود اختناق في الترمومتر الطبي، إلا هيحصل لو ما فيش اختناق في الترمومتر الطبي، هجائز بيه درجة الحرارة، هلاقي إيه؟ هلاقي إن الزئبة، الزئبة بيعود إلى إيه؟ مستودع، يبقى أقول إيه؟ يعود الزئبة إلى المستودع بسرعة، ولا نتمكن من تسجيل الكراءة بسهولة، تلاتة، استخدام الماء في الترمومترات بدلاً من الزئبة، إحنا قلنا إن الزئبة سائل فدي اللون، طبعاً المية ملهاش لون، لا لون، خلاص؟ ملهاش إيه؟ لون، يبقى إذن إن أنا مش هقدر أعمل إيه؟ مش هقدر أشوف المية، وبالتالي مش هقدر أسجل درجة مين؟ الحرارة، يبقى أقول ليه؟ لا يمكن رؤيته ولا يمكن كراءة درجة مين؟ درجة الحرارة، أربعة في ماذا يحدث؟ تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة، أنا جبت جسم سخن وجبت جسم سخن ولمستهم ببعض، يبقى هنا إيه اللي هيحصل؟ أو جسم بارد مع جسم بارد، يبقى هنا إيه؟ لا تنتقل الحرارة بينهما، ليه؟ لأن إحنا اتفقنا عشان الحرارة طاقة وتنتقل، لازم نوجود شرط اختلاف ما بين درجة حرارة الجسمين، واحد أعلى درجة حرارة، واحد أقل في درجة مين؟ الحرارة، خمسة، الضغط بقوة على الترمومتر الطبي بأسنانة، إيه اللي هيحصل لو ضغطت بقوتي بالأسنان، يعني بأسناني على الترمومتر الطبي هو بيتكون من إزاز، طب الإزاز هيحصل له إيه؟ هيتكسر، ولما يتكسر هيخرج الزئبك الساة، وأنا اللي إيه؟ اللي هساب بالتسمم، يبقى هكتب إيه؟ ينكسر الترمومتر، وينسكب الزئبك في الفم، مسببا إيه؟ التسمم، ستة، عدم ترك مسافات محسوبة بين قطبان السجاك الحديدي، أنا ما سبتش مسافات، إيه اللي هيحصل هيجي في الصيف، درجة الحرارة هتيجي على المين؟ على القطبان، فيحصل لها إيه؟ تمدد، لما تتمدد هتلتوي القطبان، وبعد كده إيه اللي هيحصل حوادث، يبقى نكتب إيه الإجابة؟ يحدث التواء للقطبان نتيجة تمددها بالحرارة صيفا ووقوع حوادث، سبعة، تسخين أحد طرفي صاق من الحديد، ولمسه من الطرف الآخر، خدوا لكم أن أنا بنفسر عشان نطلع بالإجابة النموذجية ونكتبها، أنا دلوقتي جبت صاق حديد وقمت مسخنين، مستخناء ومسكت الطرف الثاني، إيه اللي هيحصل؟ هحس بالسخنية، طب ليه؟ لأن الحرارة تنقلت من إيه؟ من الطرف اللي تسخن كان أعلى درجة حرارة، إلى الطرف الثاني الأقل لدرجة مين؟ حرارة، يبقى هكتب إيه؟ تنتقل الحرارة إلى اليد، ونشعر بالسخونة، اختر من العمود به ما يناسب العمود ألف، إحنا نتعود إن إحنا نقرأ العمود للألف كله، والعمود به علشان أختار الإجابة الصحية، واحد النحاس، اتنين البلاستيك، ثلاثة درجة سيليزية، أربعة ترمومتر الطبي، خمسة الكحول الإيسيلي، في العمود به هو ألف، وحدة قياس درجة الحرارة، به يستخدم لقياس درجة حرارة الإنسان، جيم يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم، ده المادة تستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام، هاي؟ من المواد رضيقة التوصيل للحرارة، يبقى أنا عرفت أنا أختار إيه؟ النحاس هختار رقب جيم اللي هي إيه؟ يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم، برافو، يبقى دي النحاس يوصل الحرارة أسرع من الألمون البلاستيك هاختر لها من المواد رضيئة التوصيل مين للحرارة تلاتة الدرجة السيلي زي اللي هي إيه؟ وحدة قياس درجة الحرارة الترمومتر الطبي هاختر له إيه؟ يستخدم لقياس درجة حرارة الإنسان الكحول الإيسيلي مادة تستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام رائع اختر من العمود بما يناسب العمود ألف واحد الترمومتر المئوي اثنين المواد جيدة للتوصيل للحرارة صفر سيلي زي مية درجة سيلي زي درجة غليان الماء يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل مواد تسمح بصرايان الحرارة خلالها درجة تجمد الماء يعطي مدى واسع لقياس درجة مين؟ درجة الحرارة يبقى أنا عندي هنا أن هي واحدة اختلها إيه؟ يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل اثنين مواد تسمح بصرايان الحرارة خلالها ثلاثة درجة تجمد الماء أربعة اللي هي مية درجة سيلي زية اللي هي درجة غليان الماء ننتقل بعد كده إلى اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يأتي المواد المستخدمة في صناعة مقابد أواني الطهر هنا ناخد بالنا في المصطلح العلمي ما ينفعش أكتب أمثلة هو أنا عايزة المصطلح اللي بيعبر عن ده فهو ما ينفعش أقول المواد دي يبقى قول بلاستيك وحديد لا أنا عايزة المواد دي اسمها إيه؟ المصطلح بتاعها اسمه إيه؟ يبقى إيه اللي هي مين؟ مواد رضيئة التوصيل للحرارة أداة تستخدم في قياس درجة الحرارة اللي هي الترمومتر أو ممكن نقول الترمومترات سواء بالجمعة أو إن أنا حطها مفرد يبقى الترمومتر أو الترمومترات سائل يستخدم في صناعة الترمومترات السالمين اللي هو الزئبة وحدة قياس درجة الحرارة هي الدرجة السيليزية ترمومتر يفضل استخدامه لقياس درجة حرارة جسم الأطفال هو الترمومتر الرقمي ده علامة صحة أو علامة غلط أمام العبارات الآتية واحد السائل المستخدم في صناعة الترمومترات هو المية الإجابة هنا إجابة إيه؟ إجابة خاطئة طب لما أجي أحب أصلى حكتب إيه؟ طبعا السائل المستخدم هو الزئبك يبقى نشيل الماء وحط إيه؟ الزئبك يشترط لانتقال الحرارة بين الجسمين وجود اختلاف في درجة الحرارة الإجابة هنا إجابة صحيحة الزئبك يعطي مدى محدودا لقياس درجة الحرارة هنا الإجابة غلط وليه؟ التصليح هيبقى مدى واسع لقياس درجة مين الحرارة الهواء مادة رضيئة التوصيل للحرارة الإجابة هنا إجابة إيه؟ صحيحة تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية الإجابة هنا إجابة صحيحة جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة طبعا هنا الإجابة خاطئة لو حبيت أصلح الخطأ هقول إيه؟ جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة اذكر أهمية أو وظيفة واحدة لكل مما يلي الألمونيوم بيستخدم في صناعة أواني الطا الترمومتر الرقمي يستخدم في قياس درجة حرارة جسم الأطفال الزئبق السائل المستخدم في صناعة الترمومترات المواد رديئة التوصيل للحرارة تستخدم في صناعة مقابد أواني الطا ومقابد القدور والغليات ومقبض الإيه؟ المكوية صوب ما تحتوي خط في العبارات الآتية أعلى درجة حرارة في الترمومتر الماء أو تمثل تجمد الماء هي غليان الماء وليس تجمد الماء يعتبر الحديد أسرع من معادن توصيلا للحرارة يعتبر النحاس أسرع المعادن توصيلا للحرارة يوجد في الترمومتر المئوي اغتناق فوق مستودع الزئبق يوجد في الترمومتر الطبي اغتناق فوق مستودع الزئبق من المواد منتظمة التمدد الماء، من المواد منتظمة التمدد هي الزئبة، من المواد جيدة التوصيل للحرارة البلاستيك، من المواد جيدة التوصيل للحرارة هي الألمونيوم أو الحديد أو النحاس أو الزئبة. ستة فصوب درجة توصيل الحديد للحرارة تساوي درجة توصيل الألمونيوم للحرارة هنا هنشيل أو هو حاطط لي خط تحت تساوي وهكتب ايه؟ أقل من ليه؟ لأن الألمونيوم هو اللي بيوصل الحرارة أسرع من الحديد يبقى هنا درجة توصيل الحديد للحرارة أقل من درجة توصيل الألمونيوم للحرارة درجة حرارة جسم الإنسان السليم تساوي 35 درجة سيليزية هي 37 درجة سيليزية. تدريج الترمومتر المئوي بين 42 و 100 درجة سيليزية تدريج الترمومتر المئوي بين 0 و 100 درجة سيليزية. الألمونيوم من المعادن التي لا تسمح بمرور الحرارة خلالها؟ لا هي الألمونيوم من المعادن التي تسمح بمرور الحرارة خلالها. المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة، المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات مختلفة ولسه قيلنا أن النحاس أسرع من الألمونيوم والألمونيوم أسرع من الحديث. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبي الزئبة الكحول الإثيلي الماء الكيروسين السائل المستخدم في تطهير يبقى هو مين؟ الكحول الإثيلي من المواد التي لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها حديد خشب نحاس ألمون هو قال لي لا تسمح يبقى راضيقة يبقى أنا أختار إيه؟ الخشب يبقى الزئبك سائلا بين درجتي حرارة نقاط درجة سيليزية سالب تسعة وتلاتين إلى تلتمية سبعة وخمسين ولا تسعة وتلاتين إلى تلتمية سبعة وخمسين ولا سفر إلى مية ولا خمسة وتلاتين إلى تلتمية سبعة وخمسين الإجابة أن سالب تسعة وتلاتين يعني تحت الصف إلى تلتمية سبعة وخمسين أربعة في أقتر من المواد التي توصل الحرارة بطريقة جيدة البلاستيك الهوى الخشب الزئبك وهنا جايب لنا عشان نفكر ونفق وإحنا فاهمين إن هنا بيقولي المواد اللي بتوصل الحرارة يبقى أكيد دي ايه مواد جيدة توصيل الحرارة يبقى هو مين الزئبك درجة غليان الماء نقاط درجة سيليزية صف ولا مية ولا سبعة وتلاتين ولا اتنين واربعين هي هتبقى مية درجة سيليزية يختلف الترمومتر الطبي عن الترمومتر الماء أو في ايه نوع المادة المصنوع منها نوع المادة الموجودة بالمستودع وجود اختنات في الأنبوبة الشعرية أولا هو نوع المادة هنا زي هنا ده إزاز وده إزاز نوع المادة هنا زئبك وهنا زئبك يبقى وجود مين اختنات لأن الاختنات بيبقى موجود فين في الترمومتر الطبي عن الترمومتر الايه الماء علل لما يأتي لا يستخدم الترمومتر المئوي لقياس درجة حرارة جسم الإنسان ليه ما باستخدمش الترمومتر المئوي علشان ما فيوش ايه اختناق طب هنا طب ما هو ما فيوش اختناق يبقى ايه اللي هيحصل الزئبك هيرجع بسرعة فمش هقدر ان انا ايه درجة مين الحرارة يبقى هكتب ايه لعدم موجود اختناق بيه فيعود الزئبك بسرعة فلا تكاس درجة الحرارة بدك الالمونيوم من المواد جيدة للتوصيل للحرارة لانه يسمح بسرايان الحرارة خلاله يفضل الزئبك في صناعة الترمومترا لانه سائل فيدي اللون جيدة توصيل للحرارة منتظم التمدد ولا يلتصق بجدار الانبوبة الشعرية ويعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة اربعة فعلل الزئبك يعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة ليه لانه يبقى سائلا بين درجتي حرارة سالب تسعة وتلاتين وتلتمية سبعة وخمسين درجة سيليزي وجود مسافات محسوبة بين قطبان السكك الحديدية لعدم حدوث التواء للقطبان نتيجة لتمددها بالخرارة صيفا وعدم وقوع حوائس تستخدم الملابس الصوفية الصقيلة في فصل الشتاء كلنا هنا هو احنا بدأنا في فصل الشتاء بنلاقي ايه ان معظمنا او كلنا بنلبس الملابس الصوفية الصقيلة ليه علشان تدفينا يعني تحفظ درجة الحرارة الايه الجسد وما تخلناش نحس بالايه بالبرودة يبقى انا هكتب ايه للمحافظة على حرارة الجسد وعدم الشعور بالبرودة ننتقل بعد كده الى سؤال كارن بين المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رضيئة التوصيل للحرارة من حيث التعريف والامثال يبقى هعمل جدول التعريف المواد جيدة التوصيل للحرارة هي مواد تسمح بصريان الحرارة خلالها بينما المواد رضيئة التوصيل للحرارة هي المواد التي ايه لا تسمح بصرايان الحرارة خلالها الأمثلة الحديد النحاس الألمونيوم الزئبك الزهب المواد الراضية البلاستيك والخشب والورق والزجاج أكمل ما يأتي ناخد بالنا من السؤال ده وهنفسره ونوصل للإيجابة جسمان متلامسين ألف وبه درجة حرارة الجسم الأولاني خمسين ودرجة حرارة الجسم به بتساوي خمسين فإن الحرارة التي تنتقل من الجسم ألف إلى الجسم بهتساوي كام؟ أنا عندي درجة الحرارة هنا خمسين وهنا إيه خمسين يعني الاثنين متساويين في درجة مين؟ درجة الحرارة يبقى هنا هتنتقل الحرارة يبقى هنا مش هتنتقل طب هنا بيقول لي بقى الحرارة دي هتبقى إيه؟ هتبقى صفر لأنها مش إيه مش هتنتقل لأن هم متساويين في درجة مين؟ درجة الحرارة طب أنا هنا عملت تكديم بسيط جدا للطلاب المتفاعلين بتاعتنا معانا على المنصة وبقول لهم شكر وتقدير معانا الطالبة لجاي الطالبة يارا والطالبة جنة محمود والطالبة عليا هيسة الطالب محمد هشام والطالب عبد الرحمن محمد والطالب أحمد خميس والطالب معاذ بشكركم جدا على تفاعلكم معانا على تفاعلكم الرائع وإجابتكم الجميلة جدا ودلوقتي هروح أشوف التعليقات واشوف الإجابات الجميلة وبرضو في تكريم بعد كده وهنشوف الإجابات وأي حد عنده أي سؤال يكتبه لي فين في التعليقات وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته